هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي أهلا وسهلا فيكن ببودكاست أبو معي أنا ورد أبو ظاهر موضوع حلقة اليوم هو منطقة الراحة أو الـ comfort zone خلينا نبدأ أول شي بتعريف منطقة الراحة شو هي؟ بنسمع عنها كتير بس هي شو تحديدا؟ رح أعطيكن أول شي التعريف الرسمي إذا بتكون أو التعريف يلي هو متعارف عليه ورح فسره أكتر بكلمات مبسطة لما منحكي عن منطقة الراحة فنحن عم نحكي عن حالة سلوكية بعيش فيها الشخص بلا ألأ خلالها بيستخدم مجموعة محدودة من السلوكيات بتقدم مستوى ثابت من الأداء من دون أي شعور بالمخاطرة يعني بمعنى آخر الشخص يلي بمنطقة الراحة كل يوم بيعمل نفس السلوكيات وبيوصل لنفس النتيجة بحياته اليومية فهو ما عم بيعمل شي جديد ما عم بياخد أي مخاطر أو أي risks ليحصل على نتيجة مختلفة فهون نحن منقول إنه الشخص بالcomfort zone الشخص يلي بيكون بمنطقة الراحة ما عنده محفز فهو ما عنده سبب ليعمل أفضل ما حاسس إنه هو حابب يعمل أفضل أو حابب يغير شي بحياته فبيجنب أي مخاطر ممكن تفوته بتجارب جديدة أو تفوته على محال يحس إنه هو لازم يتلقى نتيجة مختلفة أو يتصرف بطريقة مختلفة موضوع الأداء يلي عم نحكي عنه وهيدي المحفزات يلي ممكن نكون عنا إياها لحتى نحن نقوم بأداء معين ما بلشت من شي جديد من سنوات عديدة وبدراسات صارت على الفيران قبل ما تصير على البشر وتحديداً بالألف وتسعمائة وسبعة في عالمين روبرت شيركس وجون دوتسون عملوا تجارب ليشوفوا الرابط بين الألأ والأداء الألأ بمعنى المحفز شافوا إنه الفيران بيكونوا أكتر حماساً ليكملوا المتاهة يلي هي الموظيفة يلي عم يعطون إياها لما بيتعرضوا لصدمات كهربائية لحد ما يعني إذا أنا بعملوا صدمة كهربائية هالأد قوتها بيكون عندهم المحفز بيجربوا يخلصوا المتاهة أسرع بس لما أنا بقوي كتير المحفزات بيوصل هالشخص لمحل بيحس إنه ما بقادر بيوقف هيدا الفارة بتوقف تحاول تنجز المتاهة بتحاول تهرب ساعتها من الصدمة الكهربائية فهون توصل الدراسات إنه حتى الإنسان عنده هيدا الشي كمان كيف منشوفه عند الإنسان؟ هالشي بيبين لما الشخص بيكون بمجال معين إن كان العمل أو الحياة أو التواصل مع الآخرين بيكون مشجع إنه هو يعمل أداء معين فلما في محفز معين صغير شخص بيعمل أداء منيح لما ما بيكون في محفزات بالمرة ولا شي ما في شي مخليه يعمل أي أداء فهو بيكون قاعد بالكمفرد زون تبعه ما بيعمل ولا شي بس بالمقابل إذا أنا بحط مقابل هيدا الكمفرد زون بانيك زون يعني أنا بوصل الشخص لمحل عم بعطي كتير محفزات فهيدا الشخص بيوقف يحاول بيوصل لمحل بيستسلم بيقول خلاص أنا ما بقفيني ليه عم بحكي عن هيدول النقطين؟ لأنه دايماً لما بنحكي عن الكمفرد زون بنحكي أو إنه شخص بمنطقة الراحة أو إنه يطلع منا أنا أو بكون هون أو بكون هون بالواقع لما منكون نحنا بالتنين إكستريم على الطرفين من الموضوع بالطرفين نحنا ما عم نقدر ننجس شي جديد ما عم نقدر نعطي كتير إذا أنا كتير بالكمفرد زون تبعي أنا وصلت لمحل ما بقادر أعطي شي بس أنا إذا بطلع حالي كلياً من الكمفرد زون تبعي وبروح على محل تاني هلقد في زعر لقلي وخوف فأنا كمان ما حقدر ننجس فنحنا بدنا توازن بالشي يلي نحنا بنعمله فبرجع بكرر لما نحنا منقول لحدا بدنا نطلع من منطقة الأمان كتير مهم نعرف شو الخوف وشو المخاطر يلي بدنا نحط حالنا فيها لحتى ما ننتقل نحنا من منطقة الأمان ومنطقة الراحة لمنطقة الزعر أو الخوف هالشي ما بيعني أنه نحنا ما بدنا خوف بالمرة وأنه نحنا منطلع من منطقة الراحة طبعنا بكتير سهولة لا أكيد بفترة معينة الشخص بيقطع بيحس أنه هو مش واسق بحاله عم بيتأثر كتير بحكي العالم وشو بدونيقوله إذا عملت هيك وإذا تصرفت بهذه الطريقة وحتى بيجرب بيقنع حاله أنه طب لا شو؟ أنه خلاص يعني شو رح تزيد وشو رح تنقس هالتجربة من حياتي فأنا ما بدي أعمله هيدول جزء من حياته للشخص جزء من أنه هو يطلع ويجرب شي جديد فطبيعي نحنا بدنا هيدا الخوف وهيدا الخوف بمحل طبيعي أنه نحنا نحسه بس من بعده إذا الشخص سابر وكفة كان عنده هيدا المثابرة بيقدر يوصل لمنطقة التعلم ننتقل لمرحلة تانية من الـ comfort zone لـ learning zone ومنصير نحنا بمنطقة التعلم هون بيكون الشخص عم يتعلم كيف يواجه التحديات فنحنا نروح خطوة خطوة ما بنت من الـ comfort zone للـ panic zone لا خطوة خطوة بالمنطقة اللي أنا بكون عم بتعلم بتعلم مهارات جديدة بتعلم كيف وسع منطقة الراحة تبعي كيف واجه الصعوبات اللي عم بتصير من بعدها بتعلم وبكون أنا عم بنمي المهارات اللي عندي وساعتها بقدر أوصل لمنطقة النمو من بعد ما أنا قطعت خوف قطعت التعلم وصلت للنمو وين أنا وصلت لأهداف جديدة حققت أهداف جديدة عم وسع الأحلام تبعي وقدر أوصل لأكتر وأكتر فالنقطة اللي كتير مهم ننتبه لها نحنا ما منقط من منطقة الراحة فجأة أنه أنا اليوم قررت بدي أطلع منها هلأ وخلصت لا في خطوات وفي مراحل رح نقطع فيها من خلالها في مشاعر سلبية ومشاعر إيجابية هلأ أشخاص كتير بيقولوا لنا طيب كيف بطلع من منطقة الراحة أنا كتير خايف ما حاسس أنه قادر أعمل هيدا الشي نقطتين أساسيتين فينا نركز عليهم أكيد في خطوات بتبلش هون بتخلص آخر الدني بس أنا حتيكون اتنين أساسيات أول واحدة كتير مهم نعرف قدراتنا وحدودنا أنا شو بقدر أعمل وأنا شو الحدود تبعي شو هو الشي اللي فيه أعمله فيه هيك أرر هلأ ضب الشنطة وبيع بيتي وأرر روح أسكن بأمريكا هيدا out of my comfort zone أنا أررت أطلع من ال comfort zone تبعي وأعمل هاي الخطوة ما فيني يعني بالمنطق ما متثبط ما أنا ثابطة يعني ببساطة هاي بطلت أنه أنا بس عم بطلع من منطقة الراحة أنا عم بروح على هدف أنا ما أدرى أوصله إذا أنا هلأ بعت بيتي وقالت بدي روح على أمريكا هعيش فترة كتير طويلة على الطريق لأنه أنا ما أنا مخاططة صح لهيد الرحلة يلي أنا عم بخوضها فبدي يكون واعي لقدراتي وللحدود يلي عندي تاني نقطة هي أعرف نقاط القوة طبعي مركز عليهم كتير منيح وكون واعية لقلهم يعني إذا مثلا أنا قرارت أقدم على شغل برا لبنان أنا عارفة إنه هالشغل لفترة بقدر أتحمله يعني أنا ما عم بقدم على شغل هجرة للأبد من أول مرة إذا أنا حاس ما بقدر أنا قدراتي إنه أتحمل يمكن سنة يمكن قدراتي إنه أتحمل سنتين أو ستة شهر بتأكد إنه الشغل يلي أنا عم بروح عليه ضمن هيدا القدرة يلي أنا عندي إياها وأكيد رح يكون فيه مجهود وأكيد أنا يمكن بتمنى ما أترك البلد بس ظروف حياتي هلأ بتشبرني إنه أنا عمل هيدا الخطوة بعملها بس مع وعي بكون فاهم المخاطر يلي أنا رح واجهها وعارف كيف رح واجه كل واحدة مننا أكيد على الطريق رح يكون فيه عندنا طلعات ونزلات وغيرهم بس مهم دايما نتذكر إنه نحنا نكون عارفين شو فينا نعمل وشو ما فينا نعمل وشو القصص اللي قادرين نتعلمها على الطريق ولحتى ما نضعف وهيدي نقطة كتير مهمة لحتى ما نضعف بسرعة الطريق لأنه كتير أشخاص بيبالشوا وبيرجعوا بيجربوا يطلعوا من الكونفردون وبيرجعوا ليش؟ لأنه بيشوفوا إنه كتير فيها نزلات إنه أنا عم ماشي حالي كنت فجأة حسيتني كتير تعبت شكلي مش قده برجع لا كتير مهم نعرف إنه هيدا الطريق فيه طلعات وفيه نزلات ومش خاد جالس أوقات رح حس حالي كتير عم بنجز بطريقة صحية ومتل ما أنا بدي وأوقات بحس إنه اليوم ماني قادرة ما عم بقدر أعطي مثل الأيام التانية هيدا شي طبيعي مهم إنه ما نستسلم نهار وبيقطع ونحنا بنقدر إنه نكفي هلا المقطع المفضل اللي قالي عن هيدا الموضوع كتير بيسألوا إنه هل عن جد لازم نطلع من منطقة الراحة طبعنا نقطة كتير حلوة وسؤال كتير حلو إنه ليه ما هو راحة هو شي ممكن أشخاص بيقولوا أنا تعبت لحتى أوصل ليش بدي أطلع مننا لمنطقة الراحة إنه أنا اشتغلت على مر السنين لتورت هيدا المنطقة فليه الناس بيسوروا لي إنه هيدا شي غلط وإنه أنا ما لازم أعمله فرح أتيكون رأيي الصريح أنا كتير بحب كيف تحكي راندا بريتن وهي كاتبة وأخصائية خوف عن منطقة الراحة وبتقول إنه أنا بيهمني الشخص مش يطلع من منطقة الراحة تبعه على قد ما بيهمني إنه هو يوسع يعني هي منطقة الراحة هلقد إياسها مش الهدف إنه قلو طلع منا لا الهدف قلو خليها تصير أوسع وهي دي نقطة كتير حلوة وكتير كتير مهمة لأنه عن جد بتوصف هي منطقة الراحة لأنه هي عن جد مكان حلو مكان نحنا منشرش فيه مكان نحنا منرتاح فيه المكان يلي منعرفه وبيعرفنا ومنعرف كيف نتصرف معه فأنا ليه بدي خاف منه ليش بدي أهرب منه ليش بدي أعتبره شي هالأتسلبة فبتقول إنه نكران إنه نحنا عنا منطقة الراحة مش إنجاز إنه أنا ما عندي comfort zone أنا طالع من ال comfort zone تبعي كتير ناس بيصوروه على إنه هي إنجاز بالنسبة لقالها هو ما إنه إنجاز بالنسبة لقالها هو مثل اعتراف بإنه نحنا عايشين بيسترس بإجهاد كل الوقت ما عم نطلع منه فلهيك دايما بتقول إنه لما منحب نطور ذاتنا ما ضروري نطلع أو نتخلى عن منطقة الراحة تبعنا بس يمكن فينا نوسعها ونكبرها وهالشي بيخلينا نحنا نكبر ونحصل على القصص يلي نحنا بدنا يهون أو التطوير يلي نحنا بدنا نطوره لذاتنا نحنا وفيها ومرتحين فيها أكتر بس هل يعني أنا هون عم بيقلكم ما طلعوا من الكونفرد زون تبعكم أكيد لا بكتير محلات كتير مهم وكتير مفيد إنه نحنا نتخلى عن قصص نحنا شايفينا كونفرد زون بس يلي بالواقع عم تأزينا وعم بتخلينا ما نتطور عم بتكون عائق للتطور طبعا فإذا نحنا بمنطقة الراحة لأنه بس خايفين أو لأنه ما واسئين بحالنا أو لأنه تعودنا عن الناس اللي موجوزين فيها هون لازم ناخد خطوة ونقوي قلبنا ونطلع نطلع حالنا من جو ومش مريح لقلنا ومش لقلنا فمش هين ومش سهل إنه نحنا بمحلات نطلع من الكونفرد زون بس كمان بمحلات مش الهدف إنه نطلع بمحلات بكفة إنه نحنا نوسعها ونكبرها نفوت علي قصص جديدة لتصير أوسع وتخلينا نحنا نتطور ونجرب قصص جديدة هلا كيف منعمل هالشي؟ دايماً أشخاص بيولي طيب أوكي كيف؟ أول شي منبلش بخطوات كتير صغيرة بتقربنا يلي نحنا حابين نعملوا بتقربنا منه خطوة خطوة منه فرد مرة أنا مبنط من الكونفرنت لالجروث لا في خطوات شوي شوي يعني اليوم مثلاً على انستغرام في صابية بعتتلي إنه عابلة تبلش ركد شافتني حتى ستوري إنه أنا عاملة سبار ماشي خمسة كيلومتر فهي عم تسألني إنه أنا كيف بلش ركد كتير عابلة كيف بلشت أنت وكيف تحمستي فمثلاً يلي أنا قلت لي إنه بلشي ماشي بلشي خطوة خطوة ما فينا أنا أقول بدي بلش أركض نص ساعة بالنهار ما بتزبط ما في حدا بيقعد ببيته صار له سنة مع عامل سبار بيقرر إنه اليوم بيطلع أركض نص ساعة ما بتزبط يعني إذا عملها اليوم بكرة ما رح يتحمص إذا عملها كمان بكرة ما رح يضاين للوقت الطويل ففيها تبلش بيمشي ومش لوقت طويل يمكن بس عشر دقائق عشر دقائق عم يسمع فيهم موسيقى عم بيحضر فيهم شي بحبه عم بيسمع بودكاست بحبه حيال له شي بيخليني استمتع بالنشاط اللي أنا عم بعمله ما حس حالي إنه أنا بأصاص لازم أعمل هيدا الشي لأنه عقاب لا عشر دقائق بيكفوا كبيداية أو ربع ساعة حسب كل شخص هو قدي حاسس إنه قادر وكل يوم منزيدهم شوي وبعدها منفوت على المشي الركض فأنا بباليش بمشي بتصير زيد وقت المشي وبعدين من وقت المشي بشيل وبحط بدالهم ركض لحتى أوصل لمحل أقدر أركض للوقت هاللي أنا باتيه فكتير مهم بكل شي بالحياة نروح خطوة خطوة مش مرة واحدة يا ماشي يا كل شي ما بتزبط فخطوة خطوة بنقدر نتخطى المخاوف ومنقدر نعمل الخطوات تبعنا وننجح بدون ما نستسلم على الطريق لأنه المهمة كتير كتير صعبة تاني نقطة مهم نعرف إنه الخوف والواجع يلي ممكن نحسه بالأول مش سهل بس هو أسهل من البقاء بيشي مش لألنا مثل مثلا دايما بعت هالمثل بالعلاقات أوقات بتكون علاقة كتير مضرة لألنا بس نحنا بنبقى فيها لأنه إنه هيدا اللي بنعرفه إنه أنا كتير منيح بعرف اتعامل مع هيدا الموضوع فخلص بضال فيها للعلاقة بالواقع لا الواجع اللي رح حسه بس اطلع من العلاقة كتير قاسب وكتير موجع رح أبكي كتير وإنوجع وما قدر نام وفكر وإزعل وكل هيدور الأساس بس الواجع القوي يلي منحسه بأول الانفصال إذا منجمعه هو كتير أخاف من الواجع الدائم الأخاف يلي حنحسه نحنا بقيين بالعلاقة لما نحنا منكون بمحال مش لقلنا فنحنا بقيين بمحال عم بيدمرنا شوي شوي لأنه ما عم نقدر نتطور لأنه نحنا حاسين أنه عادة هيدا الواجع محمول مقارنة بواجع الانفصال بس بالواقع واجع الانفصال هو لوقت أصير معين ومن بعده خلص رح يروح فدايما نتذكروا أنه طبيعي طبيعي أنه نحنا نحس أول فترة أنه نحنا مش مرتحين ما نحنا عم نعمل شي ما مع وادين نعمله بس هيدا الواجع وهيدا العدم الراحة هو لوقت أصير وبعده شوي شوي نتأقلم مع الموضوع وثالث نقطة كتير مهمة وسأقوا بحالكم إيه إنه إيه أنا فيني أنا قدى أنا بقدر أعمل هيدا الشي أنا عند المنقومات أنا عند المهارات إنه أعمل هيدا الشغل حتى لأول مرة قبل عملته كامل بس أنا دارسة هيدا الشي وبقدر أعمله فرح أعمله وقدر أنجزه رح أعمل كل شي بقدر أعمله وكل الدراسات اللي أنا بحاجة لأله لأوصل وأنجز هيدا الفعل لما بنعمل كل شي خطوة خطوة ومننجح هالشي بخلينا نحب حالنا أكتر يعني وقته أنا أول مرة بعمل هدف صغير بوصل له رحت أمشيت عشر دقايق اليوم ونجحت وبحتفل بهيدا الشي هالشي رح يحفزني لبكرة رجع أمشي عشر دقايق من جديد ولبعد جمعة قدر أمشي ربع ساعة فهيدا شي كتير مهم نظرتنا للحياة بتصير مختلفة لما نحنا منجرب قصص جديدة ومنطور منطور من ذاتنا ومنجرب قدمة فينا أنه نحنا نكتشف جواتنا قصص جديدة بتخلينا نشوف العالم بطريقة مختلفة وهيك منكن برجع بقول وسعنا منطقة الراحة تابعنا وهلأ رح جاوب على بعض الأسئلة يلي وصلوني على إنستغرام أول واحد نوبة الهلع خلال فترة الخروج من منطقة الراحة طبيعية حلو السؤال بظن إذا عم نوصل لمرحلة هالأد قوية بالعوارد يعني عم بيصير عنا بانيك أتاك وهنا بهمني أجع ذكركم أنه في حلقة عن نوبة الهلع بيطابوا فيكم تكونوا عم تسمعوا ولا تعرفوا أكتر مهم نشوف كيف عم نطلقنا يعني هل أنا كتير عم تسرع هل أنا كتير عم بقصة على حالي هل أنا عم بحط خطوات كتير كبار وتوقعات كتير كبيرة من حالي من وين عم بيجي هيدا الخوف الكبير سو بسأل حالي هيدول الأسئلة لأفهم شو الأفكار يلي عم تجي على بيري لحتى أوصل إنه أنا هل قد يصير عندي نوبة هلع وهنا بنقدر نطلع بطريقة صحية أكتر يعني بنحط خطة منطقية وصحية أكتر لنطلع من دون عقوبات ومن دون واجع وقلم كتير كبير نحن وعم نحقق الشي جديد أو عم نحاول إنه نطور ذاتنا تاني سؤال إذا أنا اللي عملتها ومرتاحة ومبسوطة ليه بدي أطلع منها هيدا شي اللي كتا عم جاري بقوله من الشوي عن جد إنه هو شي حلو بالنهاية هو محل منش هر يش فيه منرتاح فيه هيدا بهمني يذكر إنه لا ما ضروري نتخلى عنها وما ضروري نطلع منها وما ضروري نشوف على إنه هي شي هالأت سيئ بس حلو إنه نوسعها من وقت لتاني لحتى ما نوصل للملال وما نعود قادرين نطور ذاتنا يعني منحس إنه كل يوم أنا عم بعمل نفس الشي لا أنا حابب إنه طور حالي شوف قصص جديدة بالحياة فمهم إنه من وقت لتاني نوسعها ما ضروري نتخلى عنها حتبعنا يكونوا هنه أكتر شي توكسيك أو سامين لألنا صح كتير 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 صح يلي عم بتقولي وبكتير محالات مش بس الأهل حتى ممكن ما كان العمل للأصدقاء أي شي أو أي علاقة ممكن تكون عنا إياها مع أي شي أو شخص أو ما كان ممكن يكونوا منطقة الراحة إلنا بس يكونوا بنفس الوقت عم بيدرونا وهون بتذكر منقولي لبنانية كتير بنسمعها إنه الشر اللي بعرفه أحسن من الخير ياللي ما بعرفه أو ياللي ممكن أتعرف عليه هون كتير ناس بيبقوا بمحال مش صحي لقلون بس لأنه بالنسبة لقلون بعرفه وبعرف أتصرف معه وبعرف أتعامل معه فخلص خليني دال هون معارف حالي شو عم بعمل فهون بهالثاني على الأد ضروري إنه نحنا نكون عم نطلع ودايما ننفكر إنه في قصص أحلى في قصص إيجابية أكتر ما ضروري نقطع كليا علاقاتنا مع هولي الأشخاص بس نعرف نرسم حدود ونتأكد إنه ما عم نقبل بقصص مش مريحة ما بدنا إياها بس لأنه حاسين إنه خلص تعودت رابع سؤال وآخر سؤال رح جاوب عليه هون بس أكيد هنجاوب أكتر على إنستغرام شو السبب وراء إنه الإنسان بيكون حابب يعمل شي مختلف مثلا يباليش قراءة بس لما يباليش تغريب يمل مية بالمية هي الوصف الحقيقي الوصف الدقيق لما يباليش شي جديد شي جديد ما بعرفه ما معاود إنه أعمله فلما بليش فيه بحس إنه طب ما ليه إنه ليه عم فوت حالب هيد الخبرية كله فبحس بهيدا الملل في ناس بحسوا بيخوف في ناس بحسوا بيملل فهيدا شي كتير عادة وكتير طبيعي إنه نحن نحسه لهيك دايما نبقول بلشو بيمنطق بلشو بيخطوات منطقية فبيجي حدا بيقول بدي بلش قراءة بيجيب كتاب وبدي أقرأ بيجمع ما بتزبط هيدول الأهداف مش منطقية مش وقعية لحدا ما عم بيقرأ أبدا وفجأة أقرر بدي أقرأ كتاب بأسبوع فلهيك منجيب كتاب صغير يمكن كتاب هين كتاب سلس كتاب موضوعه كتير 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 بيهمني وعن جاد عبالي أعرف عنه وبحس أنه يمكن معلومات بعرفها بس عم يغنيني نوعا ما فهي الشي بيخليني اتعلق فيه بيحسسني أنه عبالي أقرأ ومش لأنه كتاب بحبه وليزم خلصه بيأسبوع أبدا بالعكس بلشه كل يوم بقرأ صفحة صفحتين ثلاث صفحات شوية شوية لحالة بحس أنه أنا عم بقدر زيد لحالة مثل بالركض وبالمشي شوي شوي بحس أنه أنا قادرة زيد الشي اللي أنا عم بعمله وهيك منبني عادة جديدة هيك منوسع الـ comfort zone طبعنا هيك منجرب أنه نحنا نعمل قصص جديدة بحياتنا ما معاودين نعملها بس منبني هيدا العادة وأخيرا بيهمني أذكر منطقة الراحة مش شي هالأتسي ولا شي رائع بالعكس هو حالة مهمة وأساسية بحياتنا بس مهم بين فترة وفترة نعديل فيها لحتى نحنا نقدر نتطور نكون مبسوطين ومرتاحين وبنفس الوقت نقدر نوصل للأهداف يلي نحنا منحب أنه نكون عم نوصل له شكرا كتير لكل يلي سمعوني ما تنسوا تتابعوا صفحتي على انستجرام لإرسال أسئلتكن فيكن تلاقيونا على جميع التطبيقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست وتشاركوا باي باي